أفاد جيش الأوكرانية الثلاثاء بإحراز تقدم تفيف على القوات الروسية في أجزاء من جنوب أوكرانيا وجنوب بخموت في الشرق وتحاول كييف من خلال الهجوم المضاد الذي بدأته في أوائل الشهر الماضي طرد القوات الروسية من شرق أوكرانيا والتقدم نحو السحل الجنوبي لقطع جسر بري يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم التي تحتلها والتقدم أبطأ مما كان متوقعا على نطاق واسع لكن أوكرانيا تقول أنها تحاول تقليل الخسائر إلى أقصى حد ممكن اتواجه قواتها خطوط دفاع روسية محصنة مليئة بالألغام الأرضية وكان مسؤول دفاعي كبير قد قال أن كييف استعادت أكثر من 192 كم مربعا من الأراضي في الجنوب 35 كم مربعا في الشرق منذ شن هجومها المضادة لمساعدة أسلحة قدمها حلفاء غربيون فيما لا تزال روسيا تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي بعد 17 شهرا من بدء الغزو الشامل